اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي برضو جبنا في الصلاة دي واحنا بنعملها بس هنعمل باستو وعملنا باستو كتير بس النهار دا الباستو هنعمله بالسبانخ يعني نقدر دايما نغير الرحان لورقيات مختلفة دايما تانية ونقدر نغير السنوبر اللي هو الاصل المكسرات اللي بقى في الباستو الاطالي التقليدي لانواع مكسرات تانية متاحة ومتوفرة في بيوتنا وحقول لكم برضو بدائل كزا نوع للمكسرات وبالنسبة للحلويات هنعمل عوامة او لقمة القاضي بالتالت مكونات تالتة بالزبط هنعمل دقيق زبادي كربونات السودا او بيكينج باودر واحدة من الاثنين وحنحمرها بالزيت وحوريكم كمان ازاي ممكن نخليها يعني من حاجة بسيطة جدا نديها نكهات مختلفة وحشوات مختلفة وصفتنا النهار دا الاساسية هي اللازانيا جنبها السلطة والحلويات السريعة جدا يعني دي لما تتفرجوا على الحلقة اتحداكم لو عندكم زبادي ودقيق وبيكينج باودر هتقوموا على طول تجربوهم بغض النظر عن الحشوات او الطوپنج هي بحد ذاتها كده مع شوية سكر بدرة تجنن تابعونا كمان في الاعادة الساعة 3 العسر على قاهرة والناس 2 و 6 المغرب القاهرة والناس واحد ودايما حلقاتنا فين؟ ايوة على صفحة قاهرة والناس على اليوتيوب الى المطبخ وحلقة خفيفة ولذيذة هلو هلو حلقة النهاردة لذيذة وخفيفة وصفة اللازانيا يعني المكارونات كل الناس بتحبها وزي ما قلت لكم عملناها كتير والنهاردة حنعملها بالسبانخ سبانخ من الخضار اللي مش محبوبة او يا حرم يعني من الناس لما نسألهم اغلب الناس يقولك لا سبانخ لا انا عندي قناعة انه هم اكيد تجربتهم مع السبانخ كانت مش مش يعني مش قلطف حاجة فقفلوا من السبانخ بقى كلها النهاردة حنحببهم بالسبانخ ودي فكرة انه ندخل كمان السبانخ المفيدة جدا المليانة حديد للولاد في حاجة هم بحبوها هم بحبو المكارونا واللازانيا فالنهاردة محضر لكم اللازانيا تعالوا نقطع منها قطعة هاتوا نقطع قطعة كده بحب اللازانيا لما تطلع من الفرن شوفتوه ما قلتلكمش تعالوا نطلعها من الفرن اول ما تطلع من الفرن سبها تبرد شوية وتريح علشان لما نقطعها ما تفكش مننا بسهولة تبقى الطبقات هدية كده والسوس اللي بقى بيغذي السخن ده خف شوية فنقدر نقطعها قطع سليمة طبعا اللازانيا من المطبخ الايطالي واكيد بتتعامل بطرق كتيرة والطريقة الاساسية اللي هي مع اللحمة المفرومة والسوس الطماطم وبرضو بتحطلها ساعات انا بحط مع السوس الطماطم واللحمة المفرومة لكريمة على طول نعملها لازانيا السريعة تعالوا نقطع دي ونشوف قطعة اللازانيا الشهية شايفين قصدي ايه لما نقطعها هنسبها شوية تبرد هي لسه سخنة بس تهدى شوية فكل الرقات اهي بتبقى بينة وسليمة وزي ما احنا شايفين السبانخ والفراخ مع طبقات اللازانيا الشهية اللازانيا مش حنسلقها اللي بتشتروها من السوبر ماركت اللي هي اللازانيا دي شايفين دي ما بتتسلقش دي منخفف البشامل شوية منخليه ليكود اكتر حتى لما نحط سوس الطماطم منحط سوس كتير علشان السوائل اللي هو اللازانيا هي اللي حتسويها اللازانيا اللي منحضرها في البيت من وصفات الباستا كتيرة الطازة اللي عملناها هتقطعوها شرايح فاكرين استخدمنا المكنة شرايح الطويلة دي بتتقطع حجم قطعة اللازانيا بتتغطس كده بمية مغلية دقيقتين بس يا دوبك لازم تتسلق لو تحط تناية مع السوس بتعجن فدي الوحيدة اللي منسلقها قبل ما نحطها بالصينية اللي هي الهوم ميد تعالوا دلوقتي نحط الطبق الحلو ده قدامنا والصينية ونبتدي مع بعض نحضر الحشوة عندي هنا الطاصة هنعمل حشوة من السبانخ والفراخ الفراخ دي مسلوقة فهي وصفة لذيذة لما يبقى عندكم باواقي فراخ سواء صدور فراخ سواء فرخة كاملة هننسلها ونحطها جنبنا عندنا بصل توم والنكهة الحلوة جدا جدا مع البشامل الجانرال بشكل عام والسبانخ بالذات هي جسط طيب رشة أول سبايس البهار المشكل رشة إلفة وملح وفلفل تعالوا نعمل السبانخ بزيت الزتون خلطة كده مع الزبدة شوية زيت زتون وزبدة وممكن كمان تعملوها بالسبانخ الفراز اللي هو مش متوفرة اللي هي المجمدة هنفكها طلعها من التلاجة نصفيها كويس من المياه بتبقى عادة مليانة مياه لازم تتصفى كويس بس يفضل الطازة فحط قطع من الزبدة وتعالوا نحمر كده خفيف البصلة والتوم هنحط البصل ونحط لها كمان توم أنا التوم فرما ناعم خالص ممكن تهرسوه شوية التوم وحبتوا نقلبهم من الوصفات السهلة جدا هنحضر النهاردة البشامال ونعمل الروم مع بعض وحستخدم مع البشامال الحليب والكريمة الكريمة مع السبانخ يعني يمكن الناس اللي ما بتحبش السبانخ هنصحهم انه يجربوا الكريمة جراتان السبانخ بالكريمة عملنا ويا سلام مع المشروم والله هرجع عمله لكم تاني مشروم سبانخ كريمة شوية جبنة سواء برمجان جودة جبنة رومي التريو ده او خلطة الكريمة مع السبانخ مع الأجبان هي دي اللي هتحببكم بالسبانخ طبعا فطاير السبانخ الشهية اللي حضرناها هتلاقوا حلقة اسمها فطاير السبانخ عملناها طلعت في جنن أنا عارفة هي طبخة السبانخ باللحمة والسلصة هي اللي بتخلي بعض الناس ما يحبوش السبانخ عملنا برضو ياخنة سبانخ على ايدامها يعني على مرأة بس اللي نزلة من السبانخ واللحمة المفرومة كانت خطيرة والله الفترة اللي فاتت يعني توصينا احنا هنا بالسبانخ هناخد السبانخ اهي طازة متقطعها حطها هنا وحنعمل قولنا كمان النهاردة الباستو من السبانخ كمية دي طبعا هتقل جدا جدا واللي حيساعدها كمان تقل رشة الملح وهتنحط البغارات قولنا النهاردة هنضيف جزء الطيب بتليق قوي مع السبانخ وبحب احط جزء الطيب طازة دايما هتلاقوه عندي باق المطبخ صحيحة بتبقى الحباية كده وباخدها على طول بيبقى عندي مبشرة وببشورها طازة عملنا شربة سبانخ صدقوني كانت اكتشاف كان طعمها رائع وموجودة برضو على اليوتيوب اكتبوا ما يشو سبانخ هتطلع النتائج كلها الحلقات اللي عملنا فيها وصفات بالسبانخ وتصلحوا مع السبانخ لانه مفيد جدا جدا ويقال انه السبانخ ساعات بيبقى محتاج كمان عصرة ليمون جنبه علشان او اسيدتي يعني خل او ليمون وغالبا بيتامين سي علشان يساعد على امتصاص الحديد فاحنا حنعمل سلطة النهاردة لذيذة جنب السبانخ وهنستخدم الجبن القريش الكابريزي سلط اللي عادة بتبقى في المطاعم بتبقى مع الجبن البفلو موزاريلا او البوراتا او البفلو بالاحرى بتبقى متماسكة اكتر بتتقطع شرائح النهاردة هناخدها كده هنغير فيها هنحط معاها الجبن القريش اللي هي قليلة الدسم برضو هنحط معاها بدل الرحان السبانخ هحط شوية رشة بوهرات مشكلة اغسل ايدي سريعا ونكمل ناخد الفلفل الاسود ده الملح هاتو ناخد الفلفل الاسود وكمان هحط لها ذرة قرفة خفيفة جدا مش عايزها تبقى ظهر قوي وطغية بس تعمها حلوة قوي مع السبانخ والخلطة اللي احنا عاملين شايفين قلت ازاي السبانخ فحندحك على الولادة النهاردة ونأكلهم أكلة مفيدة وشهية ذرة القرفة هتوقيب معلقة صخيرة عشان ايدي ما تتقلش او دايماً الذرة بحب بضهر المعلقة والشوكة اخد كده هي دي الذرة البسيطة كده رشة هنقلب ودلوقتي هنضيف الفراخ نقلبها معاهم عشان تشرب من السوس تتعامل باللحمة المفرومة تتعامل باللحمة المفرومة بس الفراخ معاها أحلى بالذات انه احنا مع الوايت سوس بس اللحمة بحسها محتاجة صلصة التماطم أكتر خلونا نقلب اجيب معلقة تانية نقلب الخلطة دي وطبعاً لو مش عايزين تعملوها لازانيا عايزين تعملوها مكرون بالبشامل هي هي بس انا بحب رقات اللازانيا الصراحة بتبقى طبقات كده لذيذة وبتبقى حلوة جداً بالعزومات خلونا نجوء نشوف الملح مظبوط كله مظبوط وعلى فكرة دي حشوة كمان ممكن للبايز بعجينة الباف فيسري نحشي الخلطة دي معها شوية جبنة رائعة مظبوطة 100% تعالوا نبتدي نعمل قلبة شمال بعد إذن الكنترول هغير بس هنا مكان الحلل وحنعمل الرو الرو هو عبارة عن الزبدة مع الدقيق وعندي هنا الحليب دي الكريمة وده الحليب خليهم جنبنا وممكن ندي كمان للباشمال نكهة الجبنة لو حبنا هتناخد زبدة قولنا النهاردة مش عايزين نعمله باشمال تقيل قوي فحقلل كمية الدقيق لقصاد الزبدة بمعنى لما نحط مثلا معلقة زبدة بنحط لها معلقة دقيق حنقلل حيكون نسبة دقيق أقل من الزبدة طب إيه رأيكم نطلع فاصل يا كنترول بما إنه عايزين نعمل البشامال مع بعض ونرجع نعمل البشامال بعد الفاصل يلا بينا نطلع فاصل عشان نعمل البشامال كله وان شوت مع بعض وقدامنا اللازانيا الحشوة والبشامال الأجبال عندنا موزاريلا وبرمجان ونعمل مع بعض أحلى صنية لازانيا من أسرع الوصف وقت على فكرة استنونا بعد الفاصل يلا نعمل البشامال الحل على النار هنحط الزبدة هتقطعها بس إذن الرو هو الحاجة اللي بتتعامل الأول تحميسة الزبدة مع الدقيق علشان نعمل البشامال فأنا تقريبا حطيت معلقة 2-3-4 نحط خمس معالق زبدة وحنقلل الدقيق طيب البشامال لو طلع خفيف هندو بشوية دقيق مع حليب برا ونضيفه عليه ما نحطش نقل دقيق على طول ولو طلع تقيق هنخفه بالحليب سياح الزبدة على الحرارة وممكن على فكرة تعالوا نقول اللي على البارد لو انتوا عايزين تعملوه على البارد ببساطة تخلطوه وهو ده الدايت هتخلطو حليب وبما انه احنا عاملين دايت ممكن تعملوه لبن نص دسم بلاش خليد دسم بطلعش ليه طعم قوي وفرق الدسم قليل يعني ما بين زيرو واثنين بالمية مش فرق قوي هنحط لبن خليد دسم هنحط عليه الدقيق هنحط عليه رشة بستطيب رشة ملح رشة فلفل ونسخن واحنا منقلب ولو عايزين نقلل الزبدة هنضيف مكعب زبدة كده بالاخر دا هيخليها دايت وممكن هنا تستخدموا زيت زتون بس بكمية قليلة جدا الفراخ مسلوقة السبانخ فيش فيها سعرات فممكن تعملوا الطبق دا باستا قليلة السعرات وتقللوا الجبنة طبعا تعالوا نحط الدقيق دول تقريبا هيبقوا معلقتين او معلقة ونص هنشوف الكمية اللي محتاجنا هعرف من تقل الرو يعني هو لسه كده محتاج شوية دقيق وبس نقلبهم ونديله تحميصة كده بسيطة هعليل حرارة شوية نقلب كويس خلوني اجيب سباتيلا نقلبها شايفين البابلينج دا الريحة بتبتدي تطلع طعم الدقيق لما يتحمص بيبقى أحلى قوي بالبشمال عملنا على فكرة قبل كده روب زيت الزتون هي فكرة التحميص يعني بالدهون بس كان لوصفة انشلادا اللي هي زي بتتعامل بالتورتية المكسيكية بتتلف بحشوة اللحمة وقتها عملناها وعملنا انشلادا بالفراخ وكان السوس زيت زتون ودقيق وتحط صلصة طماطم فكان روب من الطماطم بزيت الزتون خلص شايفين تدقه يعمل البابلينج نضيف دلوقتي الحليب واحنا منقلب وانا عايزين نعمل خلطة من الحليب والكريمة دي مش للديت تعالوا اضيف الكريمة كريمة الطعي ممكن ناس تضيف شوية قشطة على فكرة يعني الفكرة بس نديله كريمة ناس حلوة مش هكتر السوائل حتدي اقلبها وبعدين لو طلع تقيل شوية هنخفه علشان ما يطلعش خفيف وانطر نصلحه نقلب 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 هلوني امسح جنب البتجاز وتعالوا نقول البستو طريقته التقليدية علشان لما نيجي دلوقتي نغيره لازم نعرف طريقة التقليدية الاول لأي حاجة هنطور فيها او هنغير فيها البستو هو عبارة عن ورق ريحان طازة وموجودة على اليوتيوب اكتبوا مي شو بستو ورق ريحان طازة مع الطريقة التقليدية السنوبر مع السنوبر بيتحط التوم وبيتحط الجبنة الفرمجان وزيت الزتون الملح وعصرة اللمون عصرة اللمون عادة علشان ما يغيرش لون الرحان ولا يقطع يعني يبوز بسرعة لانه اللمون برضو من الحاجات مع الملح اللي بتحفظ والزيت فالنهارده حنقوم شايلين الرحان ومستخدمين السبانخ حنشيل السنوبر ونستخدم عين الجمل وعين الجمل على الفكرة انا بحبها مع البستو اكتر كمان من السنوبر وحنستخدم التوم زيت الزتون الجبنة البرمجان ممكن نبدل الجبنة البرمجان بجبنة ايه بالجبنة الرومي الجبنة الحادة دي اللي هي هتدينا الطعم الحلو هتختلط مع كل نكهات دي فممكن زي ما شفتو نبدل حاجات كتير ببعض ونعمل السوس السوس ده ممكن يتعمل مع الباستر النهارده هنعمله مع السلطة طبعا البشاميل لازم ايه ما تفضل فيه كده علشان ما يكلكعش كنترول اختبركم لو كلكع البشاميل ايه الادا اللي منحطها في الحلة و منرجعه سلكي وحرير برافو الهند بلندر اللي هي دايما منعمل بيها الشربات هي من اكتر الحاجات اللي بتسهل علينا لو كلكع البشاميل انا حوريكم حالا القطعة اهي الهند بلندر اللي النهارده هنستخدم اصلا الهند بلندر دي في الفيوجن هنا من ميانتا اليد دي اللي فوق منحط فيها القطعة دي ومنحطها في الحلة منرجعه ولا كأنه كلكع يا ما كلكع مننا بشاميل رحنا ثانية نجيب حاجة في الثانية الغلط هزود شوية من الحليب اذا انا حطيت لتر حليب وحطيت عليه كباية كريمة وخلص حطفي النار عليه لانه دا القوام اللي احنا عايزينا الحرارة دلوقتي تعالوا شوفوا قوامه اخاف من العادي عشان يسوي ايه يسوي الماكرونة او شرايح اللزانيا شايفين قوامه خفيف شرايح اللزانيا النية اللي محتاجة سوائل عشان تستوي بالفرن يلا جاهزين نركب السنية مع بعض هاتوا جاهزوا الحشوة جاهزوا البشامال واللزانيا جنبكم وهيا بنا نعمل احلى صنية لزانيا الجبن طبعا برضو جنبنا عندي الجبنة المتزاريلا المبشورة عندي البرمجان وعندي شرايح اللزانيا هاتوهم وحنقرب جنبنا البشامال والحشوة ببتدي دايما احط الاول محطتش ملح في البشامال اخدناش بالنصح اهو شوية الملح ومش احطينا جسط طيب احنا حطينا جسط طيب بكمية حلوة قوي مع الخلطة هناخد دلوقتي هنا كمية من البشامال علشان دي اللي هتسوي كمان الطبقة اللي تحت نوزعها شايفين خفيف ازاي لو عاملين لو عاملين مكرونة نسوي الرقات النية هناخد الحشوة نفردها وحنضف لها دلوقتي هنا شوية جبنة موزرلة ممكن تحطوها بس على الوش بس الحلو معاها هنا فرمجان او رومي جبنة رومي ممكن نستعيد شوية اختلاف سنة في الطعم بس قريبة من نفس الشارب الجبن القديمة لحد هنرجع سوري ناخد دلوقتي طبقة من اللازانيا ونرجع تاني ناخد البشامال من اسهل الوصفات هتقعد بالفرن قد هتقعد بالفرن تقريبا عشان هي مش مستوية هتاخد 45 دقيقة تقريبا مجرد بس ما تحسوا انه المكارونة طريت وابتدت الطبقة اللي فوق دي زي ما انتو شايفين في المستوية لو جبنا المستوية يا كنترول هتشوفوا انه الطبقة اللي فوق دي واخدت تعرجات كده اوكي التعرجات دي دليل انه المكارونة طريت وخلاص استوت ساعتها ممكن نحط الجبنة وندخلها الفرن تاني تتحمر اخر طبقة اهو قبل ما نحط اخر طبقة لازانيا والبشامل مليانة حشوة والحشوة دي لذيذة ومفيدة هتناخد كل الحشوة اخر طبقة من المكارونة ويلا واحد ودي اللي هنحط بالاخر طبقة البشامل فقط لغير يلا سهلا لو عندنا عزوما نعمل ايه نحضر الصوس ونحضر الحشوة ولو الصوس تقل انه ما بنركن البشامل بيتقل نظبوط نرجعه على النار لو محتاج شوية سوائل نضيف نحضرها ما تحطوهاش في التلاجة وهي مش مستوية يعني ما ينفعش نحضر بالمرحلة دي ندخلها التلاجة انتو تحضروها واتدخلوها الفرن قبل ما يجو ضيوف بساعة تبقى سخنة وجهزة للتقديم نتأكد انه غطينا كل الماكرون ادخل الحتة دي جوه والفرن على درجة حرارة 180 خلصنا اللازانيا الشهية دي تعالوا ندخلها الفرن مش هغطيها خالص الحرارة من تحت بس و180 وإلى الفرن نروأ مطبخنا ونرجع نعمل الصلطة يلا بينا تعالوا نعمل مع بعض بستو السبانخ هنستخدم الفيوجين بلندر حلويتها برضو انه ممكن تضعف على انا ممكن اسمي دي يعني محضر الطعام يعني هي اكبر من انها عليها كبة فهي حجمها ممتاز اللي عندوش محضر الطعام ومتردد وعايز هند بلندر محضر الطعام دي اهي بتبقى هند بلندر بتتشال دي في مضرب بيت بتتحط هنا فهي يعني متعددة للاستخدامات بشكل كبير فالنهار هنعمل فيها البستو عندي هنا بواقي السبانخ اهو اللي قطعنا للباستا اللازانيا ومستخدمنا هنحط هنا هنحط للسبانخ كأنه بالضبط وصفة البستو التقليدية هنضف له التوم عندي هنا توم مهروس بواقي برضو الوصفة نخلص الاول ممكن نزود حبيتين كمان حلوة نكهة التوم قوي مع البستو ومقاح واجنا للمضادات الحيوية عندنا كده حديد ومضاد حيوي طبيعي هنحط بدل السنوبر ولي سنوبر سأقول لكم ترك بسيطة حمصوا السنوبر الأول لا تضعوه ناية السنوبر هو ناية عارفين منقول مزيت أو طري لأنه أكيد ما عندناش سنوبر بوفرة فببقى متخزن شوية فنشوحه حتى لو من غير زيت فس نحمصه بالطاسة على النار نكهة التحميص بتبقى حلوة قوي في البستو أنا هستخدم من أحلى المكسرات مع البستو واللي بتدينا ترميلة حلوة هو عين الجمل فاحط عين الجمل وحنحط كمان زيت الزتون هو اللي بيخلي البستو يترق أو يلف زي ما نقول في المكانة وححط له كمان طبعا الملح وزي ما قلنا اللي بيحفظ لونه وبيساعد كمان على امتصاص الحديد عصرة الليمون عصر الليمون حيليق قوي معبستو بقى السبانخ أكتر من ما حيليق معبستو الرحاني يعني أنا أشوفه بزود أهو الليمون حكتروا سنة لأنه إحنا حنعملوا دراسينج للسلطة في الوصفة دي فالليمون يرجع لكم بس على قل حطوا عصرة الليمون حلوة نص الليمون فأنا زودت الليمون وحنزود برضو فلفل أسود يتحط له فلفل أسود وصدقوني بيفرق في ناس يقول لي طعموا مزي المطاعم لقى فلفل أسود من أساسيات وصفة البستو إحنا حطينا ملح حطينا صح أنا نس هنشوف دلوقتي وندوق هنحط دي هنا ودي هنا وبكل بساطة هناخد اليد دي ونضح بقليكم دي محضر الطعام أكتر منها كبة لأنه فيها حتى الحتة دي اللي نقدر نشوف الخليط اللي بنخلطه لو عايزين نزود أي حاجة مثلا عايزين زود زرة ملح أو حاجة وإحنا نشغل نشغل كفاية شكله طالع نضغط هنا نفتح يعني دي المحرك والأجهزة الثانية هي المتعددة الاستخدامات هنشيل دول شوفوا شكله رائع هتوا أجيب لكم معلقة نبصة علي بصولي على البستو ده وحلاوة لوني والترميلة الحلوة اللي في بصوا بيرفكت وكنت لسه بقول أن البستو من الحاجات اللي نشتريها من السوبرماركت تبقى مستوردة غالية جدا هو مش مكلف قوي هنعمل دلوقتي السلطة عندنا جبن القريش عندنا الطماطم هاخد الطماطم نقطعها شرايح تعالوا نبتدي هنا عندنا الطبق ناخد جبن القريش القريش من الجبن الخفيفة جدا هنقطعها بردو سلايسز يعني في الرجيم دايما هتلاقوا جبن القريش صديقة أي ضايت نقطع الثاني عشان نعمل طبق صلطة حلو كبير ممكن تحط زي ما قلنا الجبنة الموتسرلا اللي هي البفالو اللي بتبقى طازة البفالو يعني من عمولة من اللبن الجموسي وبردو حلوة قوي البوراتا اللي هي بتبقى كريمي اكتر زي البفالو بس تبقى من جوة لما نفتحها بتنزل لكريمة قوامها كريمي هنزود طماطم كمان خلوني امسح السكينة نقطع شوية شريح طماطم خلطة الجبنة والطماطم والباستو تجمن تعالوا نجيب الطبق ونركب طبق صلطة حلوة كده للعزومات كمان هنخلط ما بين الطماطم والجبنة بنحط راق كده قطع كده وقطع كده عشان كده بقولكم هي شبه الكابريزي سالد بس احنا غيرنا نوع الجبنة ونوع الورقيات هنكمل هنحط قطعة وقطعة ممكن كمان الباستو يتعمل من الكيل عارفين الكيل اللي هو الورقيات اللي استخدمناها كتير والله يوحشني استخدام الكيل عندنا كتير دايماً بيبقى بالبرنامج هنا من المزارع اللي بتبعت لنا كيل هستخدمه لكم هو من أكتر الورقيات المليان مش حديد مليان كالسيوم يقولوا إنه هو منافس البان على الكالسيوم ومن مصدر نباتي كمان ممكن نعمله بالجرجير بصوا احنا مناخد فكرة ومنبتدي نفهمها فنطورها اي ورقيات استعملوش من الملوخية عكدش هينفع الملوخية جرجير ممكن نعمله بالكزبرة الخضرة نعمله بالبقدونس نعمله بالرحان زي ما قولنا ندخل بعض الاعشاب المختلفة وفاض القطعة هنا واحنا جاهزين دلوقتي ناخد الباستو ونحطه فوق كل القطع دي وحلو قوي على فكرة مع شوية جبنة سايحة بالتوستر الباستو ده خطير دي اللي انا عاملها دلوقتي خلطوها بس مع شوية باستا طلعها دلوقتي حالا تبقى مسلوقة طازة حطولها شوية جبنة على الوش وانا مدخلتش الجبنة البرمجان اهي شفتو نسيت احط في البستول جبنة البرمجان اي لانا حسة انه في حاجة نسيها فهنقوم نعمل اي بقى هنقوم نعمل الياني منسناش وحنحطها هنا لانه هو من اساسياته الجبنة البرمجان وقلت لكم ممكن تحطه الجبنة الرومي بس ربا ضارة نافعة لانه طالع شكله هنا يجنن اذا مكسرات جبنة ورقيات زيت ملح عصرة لمون ورشة الفلفل زيت الزتون وتعالوا ناخد شوية هنا ورقيات حلوة اهي دي سبراوتز وزعها برضه شايفين بقولكم ليه طبق حلو في العزومات لانه شكله حلو وتعمه اؤكد لكم انه حلو جنب طبق اللزانيا عزومة حلوة جدا جدا ممكن ناخد زيت الزتون انا عندي هنا خليكم هنا عندي واحدة بتقدر تنزلي بسهولة ناخد زيت الزتون كده علشان دراسينج للجبنة والطماطن اعتقد طبق سلطة يجنن ايه رأيكم فيه مشهي لذيذ ومختلف والكنترول بيحجزوا الطبق ده وبيتخنقوا عليه عايزة عايزة حالا بس انضف حوالين الطبق ثانية واحدة علشان نقدمه بشكل حل ونطلع احنا اخر فقرة اللي جاية دايما كده منتزنق ادي صفرتنا الشهية حنطلع فاصل ونعمل مع بعض اسرع زلبية دقيق زبادي حنعمل النهاردة بيكينج باودر الزيت سخن ممكن تتقادم مع سكر بودرة ممكن نعمل فيها بعض الحشوات زي ما انا هعمل بس بعد الفاصل يلا نحضر الزلابية ايوا هذه الزلابية معمولة شايفين هي يعني زلابية بس شبه يعني شبه الدومبلينجز اللي هي فاكرين عملنا من المطبخ الايطالي اسمها زي بوليز كانت تجنن وفيها ريكوتا وحاجات كتير دي بسيطة جدا عندي كباية دقيقة كباية واحدة هحط لها كباية زبادي هحط لها معلقة بيكينج باودر صغيرة اهو معلقة بيكينج باودر مش هنخسب ذرة الملح هنعجن الخليط ده وتتقدم على طول مع سكر بودرة تتقدم تتحط في الشربات زي ما انتوا عايزين بس تعالوا النهاردة هتلاقوني في حبيتين هنا واحدة حشياها بكريمة اللي هي البسكوت البسكوف و واحدة حشياها بكريمة الشوكولاتة بالبندق وحواريكم ازاي ممكن نشكلهم بس دول حواريكم اسرع زلابيا شفتوها بحياتكم يعني اللي عنده شوية زبادي و كوباية زبادي وكوباية دقيق يقوم يجربها حالا عاجينا اهي هنحط شوية دقيق بس عشان نلمها واحنا منشكلها الزيت سخن وعلى النار على طول ولا حنستنها تخمر ولا اي حاجة بصو اهي انا هقلع الجلوفز بقى ونشتغل بأيدينا اهو خلص لانها لمت من الدقيق هي دي العجينة شوية دقيق كمان جنبي ونشكلها على شكل كور مفيش فيها قلق اللي هو هننزل الزلابية بالزيت وحنتحرق اهي كور فيه ابسط من كده ولا اسهل حاولوا ما تكبروهاش قوي علشان لو كبرتوها هتتحمر زي الزلابية من برا وتفضل مع الجنة من جوة فالحجم ده حتى دي هصغرها شوية هتنفش في الزيت نعمل كمان اتنين ونروح نحمرهم علشان نعمل الحشوات اللذيذة اذا هي بتتقدم سادة انا بحبها بصراحة يعني في اغلب الاوقات سادة محتاجين شوية بس دقيقة واحنا من المفها وممكن نحشيها باي حشوة احنا منحبها او نحط عليها شوكولاتة من فوق بيضة او شوكولاتة دارك اي حاجة يلا يلا نروح على الزيت ننزلهم بالزيت وحفتح لكم واحدة دلوقتي من اللي احنا محضرين منهم وبتطلع مش شربة زيت خالص بصوا ابتدت على طول تتحمل تعالوا نبص هنا على دول من جوة تيجون نفتح واحدة بصوا نشفة جدا كأنها مش مقلية بالزيت زي الدونتس اللي عملناها قبل كده كانت مش شربة زيت خالص تعالوا هنا نبص عليهم حوطي الحرارة شوية هم خدوا لون علشان نتأكد انهم استووا كويس هطلع دول هنا برا عشان نحط دول جنب دول بس لما نيجي نحشيهم نستنى هم شوية يبردوا ما يبقوش لسه طلعين حالا من النار طلع دي يعني حتى في سواهم مفيش اسرع من كده وبتحضرهم اسرع جاهزين خدت مننا الدقيقة كنترول من ساعة ما بتدينا نخلط لحد اللحظة دي 3 دقايق من اول التحضير لانه احنا اخر فاصل بلغون انه هو 8 دقايق فدلوقتي فيه فاضل 5 دقايق اذا خدنا بالزبط بعملية حسابية بسيطة 3 دقايق من ساعة ما حطينا كباية الدقيق عليها كباية الزبادي عليهم معلقة صغيرة البيكينج فاودر وشكلناهم قالناهم علي طول هحط العجينة دي دلوقتي علي جنب وتعالوا ناخد دول ونحشيهم عندي هنا حشوة الشوكولاتة فعشان نحشيهم الاول بس بنفتح كده بطرف سكينة فتحة صغيرة وبناخد الشوكولاتة ومنحشي بنحسو احنا بنحشي انها اهي وصلت لهنا ممكن تسيبوها كده زي الدونتس عارفين الدونتس تتباع شكلها ببقى كده او ممكن نغطسها ب انا عندي هنا برضو كريمة البسكوف شوكولاتة وكريمة البسكوف فكرة لذيذة جدا نفتح نفتح دي تاني ونحشيها كريمة بسكوف اهو نضغط بس احكم انه هي مفتوحة كويس مفتوحة ومش هنقول اسمه وناخدها كده تأكد بس انه شلنا الاكساس الزيادة نلفها كده ونروح هنا لا ده البندق ده البسكوت معلش بسكوت مطحون ونغطسها طبعا ده الكريمة البسكوف دي اللي حتخلي يلزق عليه البسكوت وبالشكل ده ونحطها هنا ايه رأيكم حولناها من حاجة بسيطة جدا لحاجة فانسي دي برضه ممكن ناخدها نحطها هنا نجيب الستيك كده ونغطسها ده بندق متحمص ومطحون تخيلوا انتم متخيلين الخلطة معايا جوه شوكولاتة برا كريمة البسكوت وحنغطسها بالبندق وصفتنا النهار ده سهلة وشهية ريحة البندق اللي متحمص دي بالشكل ده بتفكرني بشوكولاتة شهيرة ادي تاني واحدة اوكي تعالوا دلوقتي نعمل واحدة بايه نعمل واحدة سادة حتى نحطها كده يعني مش لازم دايما كلهم تحشوهم اهو ونرجع بالبسكوت ممكن نحط فصدق حلبي ممكن نحط كريمة الفصدق الحلبي عارفين هالخضرة دي اللي بتتبع بالسوق دلوقتي اللي هي زبدة البستاشيو ونغطسها بالفصدق يا سلام ونرش عليها شوية الورد الاحمر الناشف ده اللعبوا زي ما انتم عايزين تعالوا دي نغطسها ونحط عليها البندق ونقدمهم بشكل لذيذ وزي ما قلت لكم لو هي وصفة بسيطة جدا جدا مش محتاجين انكم تعودوا تعملوا كل انا بعملوا هي وصفة سهلة كل اللي هتعملو تحطوا سكر بدرة تنزلوها بالشربات زي ما انتم عايزين تعالوا نجيب طبقة نقدمهم نشيل العجينة على جنب ومحضر لكم طبق لذيذ عندي النهاردة بتلات من الورد بس نمسح هنا هحطها في الطبق لما بحب طريقة التقديم تبقى كده لذيذة وناخد دول هنا نوزعهم بشكل حل لازم انضف الكاتينج بورد ونقدم النهاردة الصفرة الخفيفة اللذيذة السريعة اللي حضرناها مع بعض بس برضو بنفس الوقت شكلها مشهي جدا ننضف ده نحط ده هنا وا اقول لكم انه حلقة النهاردة انا استمتعت بيها جدا يارب انتو كمان تبقى عجبتكم وصفاتنا كلها موجودة على صفحة القاهرة والناس على اليوتيوب سواء الحلقة كاملة او ساعات الوصفات تبقى متقطعة وتحت كل الفيديوهات سهم صغير بالمقادير ما اعتقدش محتاجين تحفظوا مقادير الزلابية لانها كوباية زبادي كوباية دقيق معلقة صغيرة بيكينج فاودر رشة الملح على الزيت وسكر بودرة شربات طوپنغز اللازانيا بالفرن ستستوي في المرحلة دي ممكن نفتح نحط عليها الجبنة ونحمرها بعد ماكارونة كلها تترا جبنة تتدي تسيح ولما شريح لازانيا تترا نحمر نسيبها شوية تبرد نقطعها وفلتتم الفقرة التعذيب النهاردة صح؟ عشان الوقت خلص لا انتو لازلت جربوا الوصفات ودي حلقة ترغيب مش تعذيب اشوفكم بكرة بحلقة جديدة وباي اشتركوا في القناة موسيقى